طيب خلينا نختم درسنا بالسؤال الرقم 9 الموجود صفحة 58 أنا اخترت هذا السؤال لأنه هذا بيشتغل بالعكس أحب أنا الطالب يعرف يطبق على القانون من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين بس قبل ما أحل السؤال أو نشرح السؤال أحب أطلب من الجميع أنه بصفحة 58 أنت صار تجادر أنك تجاوب على كل أسئلة هذا الدرس يا ريت تجاوبها يعني تحاول فيها خلينا نقرأ السؤال التاسع صفحة 58 سؤال بيقول جد جميع قيم الثابت نون التي تجعل النقطة 3.0 تبعد عن المستقيم 50 زائد 12 صد يساوي سالب 35 بمقدار 2 وحدة طول يعني السؤال شو عامل هون معطيني الجواب البعد يساوي 2 من وين جاب هذا الجواب الاثنين طبق قانون البعد على هاي النقطة اللي فيها مجهول وعلى هذا المستقيم وطلع بالجواب اللي هو 2 يعني احنا بدنا نشتغل بالعكس نحاول نعرف كم قيمة هاي النون خلينا نضبط هذا المستقيم بالأول نكتبه بالصورة العامة يعني بس بدنا نودي السالب 35 صير 50 زائد 12 صد زائد 35 يساوي صفر كليات نصرنا بنعرف انه الف قيمتها خمسة با قيمتها اطناش جيم قيمتها 35 والثلاث هي سين واحد والنون هي صاد واحد اللي هي مجهولة نطبق قانون البعد قانون البعد شو بقول الف اللي هي خمسة في سين واحد اللي هي ثلاث على أجل من مهلة زائد با اللي هي اطناش في صاد واحد اللي هي مجهول اطناش نون يعني بينهم ضرب زائد الخمسة وثلاثين هذا كله على الجذر التربيعي ألف تربيع يعني خمسة وعشرين با تربيع يعني اطناش في اطناش مئة واربعة واربعين ويساوي خمسة اطلائة دولة خمسة وثلاثين خمسين زائد اتناش نون على جذر المية وتسعة وستين طبعا جذر المية وتسعة وستين بالنسبة لنا معروفة جذر المية وتسعة وستين تلتاش تلتاش بطلتاش مية وتسعة وستين إذا ما كانتش معروفة بالنسبة لك بدك تحلل ومن كل الاشيين زي بعض تأخذ واحد فهي رح تطلع بالأخير تلتاش إذن صار أندي خمسين زائد اثناث نون على ثلاثتاس هذا كل السؤال جاي لأنه طلع كم طلع اثنين ليس حطيت هذا الزجزاج كمان شوي بتعرف خلينا نعمل ضرب تبادلي خمسين هكاينها على واحد زائد اثناث نون تساوي ستة وعشرين اللي اثنين في ثلاثتاس يعني اثناث نون تساوي ودي الخمسين لهون كم بتصير ستة وعشرين ناقص خمسين يعني سالب اربعة وعشرين على اثناث على اثناث نون تساوي سالب اثنين ليس واحد يحكي لي ممنوع تطلع نون سالب لا يا اخي نون مسموح تطلع سالب نون هاي حداثيات سينية وصادية ما فيها مشكلة طيب نرجع ليش هذا الزيجزاك الجواب لما طلع اثنين البعد هاي ممكن تكون طلعت اثنين موجب اصلا او ممكن يكون طلع كل هذا الكلام سالب اثنين وانا غيرته لاثنين اذا انا متطر اقول انه خمسين زائد اثناث نون على ثلاثتاش هي كان ممكن انها تكون فعليا مش اثنين سالب اثنين وانا غيرتها لاثنين الرد نعمل ضرب تبادلي اذا بصير عندي خمسين زائد اثناث نون تساوي سالب ستة وعشرين وبالتالي اثناث نون شو تساوي سالب ستة وعشرين ناقص خمسين يعني اثناث نون تساوي سالب ستة وسبعين على اثناث على اثناث اذا النون تساوي سالب ستة وسبعين على اثناث ما بتقسم بامكاننا نتركها سالب ستة وسبعين على اثناث طب يعني يا استاذ شو قيمة نون سالب اثنين ولا سالب ستة وسبعين على اثناث نون بتستحمل هذول الجوابين بمعنى اذا كانت نون سالب اثنين رح يطلع البعد 2 لحاله وإذا كانت نون سالب 76 على 12 رح يطلع البعد سالب 2 وأنا أغيره بالقيم المطلقة ل2 يعني باختصار كأنه هذا الخط المستقيم وهاي النقطة من هون لهون 2 في نقطة بالمقابل بمكان آخر برضو هذا المسافة اللي هي برضو 2 لكن هي بتطلع سالب 2 واحنا بنغيرها لاثنين وهيك بنكون خلصنا درس البعد بين نقطة ومستقيم برجع بالتقيق بالدرس اللي بعديه بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته